أول أمر عندنا هو Select Select معناه إيه؟ معناه إن أنا عايز أدور على حاجة معينة جوة الـTable بتاعي فإحنا لما بنفتح التول هنا أول حاجات ده تبيز في عندنا مثلاً Table اسمه Customers تمام؟ فإن عايز أشوف كل المعلومات اللي جوة الـTable اللي اسمه Customers ده فبكتب Select هنا الأوامر عندنا بتتكاتب Capital Letters بس عادي لو كتبناها Lowercase فSelect يعني شاورلي على والأستريكس دي اللي هي Shift 8 معناها كل المعلومات دايماً لما نقول Select نجمة معناها Select اقول بس هي بتتكاتب كده طيب أنا عايز أصغر كل المعلومات اللي فين اللي جوة الـTable اللي اسمه Customers يبقى Select اقول From Customers وفي نهاية أي حاجة بخلصها Statement بقدوس Semicolon يبقى كده أنا بقوله أنا عايزك تظهر لي كل المعلومات اللي جوة الـTable اللي اسمه Customers هدوس Run SQL ده اللي حصل فعلاً بيقول لي Number of Records يعني الـTable ده جواي 91 منتج 91 ريكورد كل واحد في دول يا جماعة اسمه Record تمام؟ ريكورد يعني إيه؟ يعني مثلاً User أو Customer عنده شوية معلومات كل واحد فيهم ليه ID ليه Name لي Contact Name Address City Poster Code Country لو عايز مثلاً طيب أشوف الكاتيجوريز يبقى أدوس Select All From Categories أدوس Run فهنا بيين لي الجدول بتاع الكاتيجوريز اللي فيه 8 ريكورز بس كل واحد فيهم فيه ID وكاتيجوري Name والدسكريبشن بتاعها بس طيب دلوقتي هنا لما دست Select All From Customers أنا لو عايز مثلاً من الـ Customers أنا عايز بس أشوف كل عميل اسمه إيه؟ وعنوانه إيه؟ أنا مش عايز كل المعلومات دي يبقى أدوس إيه؟ إحنا قلنا الأسترس دي معناها All بس أنا مش عايز أقول يبقى أنا عايز Select Customer Name مثلاً وفاصلة Address أنا عايزك تظهر لي اسم العميل وعنوانه بس من الجدول اللي اسمه Customers ندوس Run فظهر فعلاً هنا اسم العميل وقدامه عنوانه وشال كل العميد التانية طيب نيجي مثلاً في الـ Employees هنا كل موظف ليه First Name وLast Name وBirth Date وPhoto طيب أنا عايز Last Name والPhoto بس يبقى أقوله Select Last Name صح؟ Photo From Employees ونعمل سميكون اللي حصل جاب لي اسمه والصورة بتاعته وهكذا أقدر أعمل ده في أي جدول منهم